السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان نفهم موضوع الانهيارات اللي بتحصل في التربة دي لو انا عندي الارض الارض بتاعتي التربة ما هياش متمسكة او التماسك بتاعها ضعي فنلاقي نتيجة اي وزن رأسي موجود على التربة ينشأ عنها ضغط جانبي الضغط الجانبي ده يقل مع التماسك بتاع التربة كل ما التماسك بتاع التربة يزيد الضغط الجانبي اللي بينشأ نتيجة الحمل الرأسي اللي موجود عليه هيقل وبالتالي لو انا عندي مبنى قائم المبنى ده بيمسل حمل على الارض طيب لما اجي انا احفر جنبه بيبقى فيه ضغط جانبي جاي من الوزن الرأسي بتاع المنشأ ده جاي جانبي في اتجاه الحفر طيب الضغط ده طول ما الارض كانت موجودة قبل الحفر فهي بتمنع هروب الطربة نتيجة الضغط الجانبي ده في اتجاه بعيد عن المنشأ وبالتالي المنشأ بتاع المستقر طيب مجرد محفر بجانب المنشأ لو انا حفرت في نفس منسوب الاسات بتبقى فرصة هروب الطربة مازالت ضعيفة ولكن الاتزان نتيجة الاوزان الجانبية اللي كانت في الارض مسبتة الارض تحت المنشأ بدأ يقل طيب لو انا جيت حفرت بمنسوب حفر اعمق من منسوب الاساسات بتاعت المنشأ المجاور بالتالي بدأت يبقى فيه عندي فرصة كبيرة لان الارض بتاعتي تهرب من تحت المنشأ القائم وبالتالي نتيجة هروب الارض الارض هتبتدي تهرب الاول من المنطقة اللي جنب الجانب بتاع الحفر يبتدي المنشأ يحصل فيه ميلان نتيجة هروب الارض تباعة وبالتالي فرصة الانهيار هي فرصة محتمة طيب عشان ده تغلب على الكلام ده المفروض انشائيا انا بعمل ما يسمى سند لجوانب الحفر طيب سند جوانب الحفر ده بيتم باسليب عديدة من ضمنها مثلا لو انا بتكلم على منشأ قائم وبحفر جنبه عشان منشأ تاني فيه عندنا ما يسمى بالخوزيق السندة او خوزيق سند الجار خوزيق سند الجار ديت انواع فيه عندنا خوزيق ياما متبعدة ودي بنستخدمها في حالة الطربة المتمسكة في حالة الطربة المتمسكة بتبقى فرصة هروب الطربة من تحت المنشأ القائم بتبقى فرصة قليلة قوي وبالتالي انا ما ببقاش عندي مشكلة ان الخوزيق دي تبقى متبعدة وفيه ما بينها وما بين بعض فراغات اما في حالة الطربة السائبة لازم الخوزيق دي تشكل سطارة السطارة دي تمنع الطربة من الهروب فيما الخوزيق بتبقى متلامسة متلامسة ما فيش ما بينه وما بين بعض الا فراغات صغيرة جدا سنتي لكن في حالة اما يكون عندي منسوب مياه جوفيه عالي او الطربة سائبة بزيادة باستخدم ما يسمى بالخوزيق المتقطعة بنزل الاول بخوزيق بونطنايت وبقطع كل خوزيقين بونطنايت بوسطة خزوق خرصانة وبالتالي بشكل سطارة مقفولة قفلة تام بحيث ان انا امنع الطربة السائبة انها تهرب من تحت الجار القائل الخوزيق دي بتتوقف على عمق الحفر اللي انا هحفره قد ايه ونوع الطربة اللي انا بسندها قد ايه كل ما عمق الحفر بتاعي زاد كان الوضع اخطر وبالتالي عمق الخزوق وتسليحه بيبقى اكبر في حالة الطربة بتاعتي لما بتزيد السيولة بتاعتها لازم الخوزيق بتاعتي بتبقى مدلها عناية زيادة لان الوضع برضو بيبقى مؤلق اكبر في الاخر الخوزيق دي انا المفروض بربطها من فوق بقامرة القامرة دي اتربطة وبعمل دعامات افقية بحيث ان انا امنع اي حرقة افقية من الطربة بتاعة الجار او اللي هي شايلة المبنى بتاع الجار طبعا الخوزيق دي لازم يتم تنفذها قبل محفر بنفذ الخوزيق السندة في الاماكن اللي انا عايزة اسندها كلها قبل محفر بعدها بـ 28 يوم بتبقى الخرصانة وصلت للمقاومة بتاعتها وبحفر الحفر بتاعي وابتدي اشتغل ممكن اسند جار وممكن اسند طريق الحالتين لاتنين وردي في عندنا اساليب سندة تانية زي استخدام دعامات خشبية بواسط الواح احنا بنسميها الواح بونت بنغرز الواح البونت ديت رأسيا وبتنزل وبتاخد دعامات افقية دي بنستخدمها في حالة خطوط الصرف الصحي او خطوط المية او خطوط الغاز عشان نقمن بيها جوانب الحفر بتاعها وفي عندنا ما يسمى بالستائر المعدنية بتبقى عبارة عن شيتز معدنية بتدق عليها وبتنزل في الارض ودي حالة زي دية احنا بنستخدمها مثلا في تنفيذ ارصيفة المواني وخلافه طبعا القصة كلها ان احنا عندنا كل الحلول الهندسية الموجودة عشان نقدر نقمن بيها المنشآت القائمة او جوانب الحفر عموما في حالة حطة الطرق وخلافه لكن القصة كلها بالنسبة للمهندس هي قصة تكلفة المهندس النهاردة بيدور ان هو يبقى الارخص تكلفة على المقاول او على المستثمر في التنفيذ وبالتالي ممكن يضحي ببعض الاساسيات اللي موجودة عنده في المهنة من اجل ان هو يبقى الارخص تنفيذا في الموقع ده سبب رئيسي من اسباب او من الاسباب اللي احنا بنشوفها ان بعض الناس ما بتقمنش يجوانب الحفر التأمين التام وفي الاخر النتيجة اللي احنا بنشوفها بتبقى نتيجة كارثية كارثية بصورة كبيرة جدا انا يمكن بدعو كل السادة المهنسين ان هم يتمسكوا باساسيات المهنة عشان يحفظوا على المنشآت المجاورة وعشان يحفظوا على الارواح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة